بعد إغلاق لأكثر من ستة أيام فتحت القوات الأمنية في كاركوكا الطريقة بين بغداد وأربيل ورفعت حضر التجوال الذي فرضته بعد صدام بين متظاهرين كرد ومعتصمين عرب وتركمان أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة خمسة عشر آخرين بينهم منتسبون في القوات الأمنية على خلفية احتجاجات ترفض تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني وبعد إعلان الحكومة التريث في تسليم المقر للحزب الديمقراطي قررت المحكمة الاتحادية العليا تجميد قرار إخلاء وتسليم المقر حتى حسم دعوة قضائية مرفوعة إليها بهدف الحفاظ على الأمن وتغليب الوحدة الوطنية في كاركوكا لوائد الفتنة وحق اندماء الأبرياء التي تذهب بشكل جانبي بدون وجه حق فأبلغني بثارك موضوع تسليم المقر إلى أشعار آخر رئيس الوزراء محمد شاع السوداني وجه بتشكيل لجلة تحقيق برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله الذي زار المحافظة ليلا وعقد اجتماعا مع القادة الأمنيين والمحافظة فيما لا يزال قادة المكونين العربي والتركماني يصرون على رفض عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني خرجنا باعتصام جماهري من أجل البقاء المقرم تقدم وبأجل أيضا أن يبقى لجيش عراقي الهيبة وعملية فرض القانون على اعتبار أن لا نؤمن بأي مؤسسة حزبية بأن تكون جهات المسلح والراء المسلح هي الحاكم على القانون نحن في الجبه التركماني العراقية نرفض رفضا قاطعا تسليم هذه البناء التي تعتبر رمز لفرض سيادة الدولة في هذه المحافظة ونأمل بأن القضاء العراقي ينصف المعتصمين لسيمة ملكية هذه الأرض تابعة لوزارة النفط العراقي فيما طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتطبيق القانون والدستور ووقف ما وصفه بالتمييز الذي تشهده كاركوك التي انسحب منها عام 2017 أبان عمليات فرض القانون وإعادة الانتشار التي أطلقها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الهدف الرئيسي من كل هذا هو إبعاد الديمقراطي الكردستاني من انتخابات مجالس المحافظات وهناك خشية واضحة من عودة الديمقراطي باستبار أنه يمثل أغلبية كبيرة وتأييد شعبي كبير في كاركوك عادت الحياة من جديد للشارع الدولي بعد فتحه أمام حركة المركبات لنقل المسافرين والبضائع بعد المواجهات الدامية في كاركوك الغنية بالنفط وخامسة أكبر محافظات العراق والتي لا تزال نقطة خلاف سياسي واجتماعي واقتصادي بين بغداد وأربيل سعدون السلطان الحرة كاركوك